اثمرت اعمال التنقيبات الاثرية المستمرة في مملكة البحرين خلال موسم التنقيب 2019-2020 عن العديد من الاكتشافات الاثرية الجديدة التي وسعت افاق فهم تاريخ المملكة الممتد لالاف السنين حيث اعلنت هيئة البحرين للثقافة والاثار خلال متمر صحفي بثته عبر الانترنت اليوم عن نتائج هذه الاعمال والجهود التنقيبية التي تمت بالتعاون مع عدد من بعث التنقيب الدولية اليابانية والبريطانية والدنماركية والفرنسية ويتبث هذا المؤتمر الصحفي بالتزامن مع اليوم العالمي للمواقع الاثرية والذي وافق الثامن عشر من ابريل حيث اكدت خلاله مع علي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار اهمية الثقافة في ظل الازمات وضرورة القاء الضوء على الماضي العريق للشعوب والاحتفال به وحول اخر المكتشافات الاثرية قالت معالي الشيخ مي ان احد اكثر الاكتشافات اهمية لهذا العام هو ما يعتقد انه دليل على حديقة دلمونية واضحت ان هذا الاكتشاف يتماشى مع ما يتم تداوله من اسطير بان دلم جنة مفقودة كما نوهت معاليها الى ان اكتشافا اثريا هاما اخر تم التنقيب عنه في منطقة السمهيج في المحرق حيث تم الكشف عن مبنى يعود الى القرن السابع الميلادي واضحت معاليها ان لا شك بانه لا شك ان الدراسات والتفاسير لنتائج التنقيبات الاثرية الاخيرة ستكون دليلا واضحا على ثراء وتنوع الثقافة المحلية يوم مع العالم اجمع نحتفل بيوم المواقع الاثرية الكل يعلم ان هناك يوما مميزا لهذه المواقع ونحن في البحرين نعتز بان هناك الكثير من المواقع التي ادرجت في قائمة التراث الانساني العالمي اليوم معكم وعن بعد نحتفل مع الجميع بهذا اليوم المميز في تاريخ البحرين وفي تاريخ العالم اجمع تسليط الضوء على المواقع في هذه الفترة يعود بنا الى الثروات الحقيقية للأوطان والى ما حققه الانسان من حضارات متراكمة وفي هذا اليوم نعلن عن المكتشفات الاثرية التي تحققت في هذا العام بين 2019 و2020 هناك الكثير من التنقيبات التي نفخر بها ونعتز لكي نقول للعالم اجمع ان لدينا ما يميزنا الحدائق الدلمونية التي تم اكتشافها الموقع قلعة البحرين الذي اعيد التنقيب عن مواقع التي لم تستكفي او تستوفي كل التنقيبات اللازمة نعود اليها مرة اخرى وفي يوم المواقع العالمي نقول العالم اجمع ان لدينا حضارة تمتد الى الاف السنين ولدينا ايضا حقب لفترة مسيحية في البحرين تؤكد اننا في هذا البلد لدينا مع الاسلام ديانة اخرى دائما نركز على ان هذا التسامح له اصول وله جذور وله خلفية امتدت على سنوات طويلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة